استحداث وكالة لاسترجاع الأموال المسادرة بصفة رسمية للوقاية من قضايا الفساد وهذا بالوصاية من وزاراتي المالية والعدل كون الإطار القانوني سيحدد عملية وطريقة استرجاع الأموال المنهوبة من قضايا الفساد النقطة المهمة التي جاء بها تأديل قانون 0601 هي خصوصاً معرفة التسوية الودية ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في حالة شخص وقع متابع بقضايا من قضايا الفساد أنه يمكن تزوية معه النزاع ودياً أنه يدفع ما عليه ومن جرى من جرائم الفساد وتتم تسوية ودية بينه وبين الخازين العمومية أنظر هذه أنجع نقطة والنقطة التي تتير الانتباه المختصين أنه إذا طبقت لكن سؤال المطروح هل سوف تطبق بأثر رجعي أم تطبق بأثر فوري؟ الوكالة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والممتلكات بعد حجزها ستسهل تسييرها والاستفادة منها حسب المختصين ناهيك عن القدرة على استرجاع الأموال المهربة للخارج وهذا بالتعاون مع دول أجنبية لاسترجاع عقارات وأموال لرجال أعمال ومسؤولين سابقين هي خطوة شجاعة وخطوة ممتازة بالنسبة للاقتصاد الوطني ستكون تحت إشراف وزارة المالية ووزارة العدل نحن ندعو كخوبار اقتصادين إلى التفريق بين الشخصية المعنوية والشخصية القبيعية فإنسان إذا كان عنده إذا فاسد ويدخل إلى السجن فيجب على ممتلكاته أو مؤسساته أمواله أن تبقى تمشي والدور في الاقتصاد الوطني تؤمن من طرف الدولة الجزائرية ونديروا عليها مش حارس قضائي لكن حارس مسير مسير لعنده الخبرة لعنده التجربة من أجل إعطاء قيمة موظفة من أجل تشغيل الشباب الجزائري وبالتالي يستفيد الاقتصاد الوطني من هذه الأموال والممتلكات التي استرجعت من الدولة الجزائرية آلية جديدة ستفعل في إطار محاربة الفساد التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهذا بإشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان السير الحسن للعملية كون القضاء المخول الوحيد في الفصل في قضايا الفساد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة